طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الصندوق التابع للدولة بدعم صندوق ذوي الهمم بالمبالغ المالية المتاحة جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قادرون باختلاف طيب قبل ما سيبكم أنا كنت بسأل وزير الشباب بقول له أخبار الصندوق بتاع رياضة إيه أو الصندوق بتاع ذوي الهمم يعني وبعدين لقيت يعني معالي مستشار رئيس البرلمان قال لي إحنا فندم نعمل يعني قانون ننظم به الموضوع أكتر وننظم به يكون فيه مصادر للصندوق أكتر عشان تقدر تعمل خدمات أكتر لولادنا وبناتنا يعني وأنا كنا من كم يوم كنا بنتكلم عن السنديق وكلام من هذا القبيل ونسمحوا لي أن أنا بطلب من دعم الحقيقة التي أنا حول أسماء هدية أو السنديق التي أنا بقول أسماء هدية هاية قناة السويس السندوق بتاعي يطلع مئة مليون السندوق الشهد والمصابين يطلع مئة مليون السندوق بتاع الرعاية الصحية أو التأمين الصحي يطلع مئة مليون والسندوق بتاع في واحد لسه يبقى هاي قناة السويس وبعدين التأمين الصحي وبعدين الشهد والمصابين والسندوق الإسكان بها دكتور مصطفى يطلع 200 مليون يطلع 200 مليون و الفري محمد السندوق بتاعكم يطلع 500 مليون